السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد تعالوا بقى اقولك على مقارنة كده بين مساحية غسلات الاطباق الثلاث انواع اللي قدامك دول بعد تجربة طويلة جدا جدا يعني بعد ما خلصت عبوات وعبوات عندي غسلت الاطباق بقى لها تقريبا اربع سنين فجربت كل حاجة تقريبا اه دايما بشتغل على المساحية البودر مش على القرص لان القرص بشرحها وبشوفها مكلفة لو لسه بس ما عملتش لايك عملي لايك للفيديو وعمل اشتراك وانسيش تفعل ازرار الجرس عشان يوصلك كل جديد ده بيبقى تلاتة كيلو اه بمية وعشرة تقريبا الفنش بيبقى بمية وعشرة كيلو الواحد بس انا كنت جايبة من عرض بتسعين الليزويك بيبقى تقريبا بتمانين انا جايبة من عرض بستين انا بستلى العروض في مساحية غسلات الاطباق بس المساحية اللي قدامك دي انا جربت التلاتة وجربتهم تجربات متوالة طيب ايه افضل نوع فيهم انا عايز اقولك ان التلاتة تقريبا بيدوا نفس النتيجة رغم اختلاف اسعارهم الفضيعة رغم ان يعني تقريبا التلاتة كيلو من البايوكلينا بسعر الكيلو من الفانش او اللوديك ما عارب يعني طيب بكل امانة بكل امانة والله التلاتة انواع قدوا نتائج متقربة جدا بل انا بفضل استخدم البايوكلينا عن باقيه الانواع الناس اللي تستخدم اقراس ما تحطش نفسها في المقارنة معنا خالص يتعبر الفيديو لاني الاقراس بيدي نتيجة طبعا افضل بكتير من البدرة بس هتبقى مكلفة انا لو هشتري اقراس على طول ممكن لكن غسلات لباو اخسل على ايدي عادي وده طبعا رأي ناس كتير سعر اه مسحو غسلات للباق بيبقى اسعار بسيطة جدا اه عشان تجي بيه وبيعب معيك فترة طويلة فالناس اللي بتقول مسحو غسلات للباق مكلف او كده وبلاش نشتريه عشان السبب ده ده سبب مالوش اي ستين لازمة غسلات للباق خير معين ليكي مهمة جدا جدا على اختلاف بقى احجامها واسعارها المختلفة انصح جدا جدا بيها بجد لما تعملي الخطوة دي هتقولي انا ندمان على كل الوقت اللي فات اني ما استخدمتش فيها غسلات الاباق التلات انواع تقيبا زي بعض ما نستهلش ان انت تكلفي نفسك وتشتريه الاغلى فيهم جربت التلاتة وبكل امانة والله كانت النتيجة متقربة جدا اتمنى الفيديو كنا لاعجابكم والسلام عليكم